طاهر محمد طاهر كانش موجود المباراة المضايب سرد الايقاف بعد الطاهر ده الغريب على نفسه كانش موجود المباراة المضايب طاهر من اول يوم حتى في الكواليس قبل ما نشوف كلها في المباراة رسمية وراجل شايف ان طاهر ده اولوية بالنسبة له كل التوقعات اللي طاهر هيبدأ اساسي هذه المواجهة دون اي خاف حتى لو غاب عن المباراة المضايب رغم انه طاهر ققيمة عند الراجل هي ققيمة كبيرة ومهمة بالنسبة له عند كل مدربين الأجنحو حلوة دي احنا من الولتاه بس عند الجماهير عند كل الجماهير او عند الارهrendre ايه الاغ Ωقة من الجماهير في أقل عاشلة من جماهير في هل بيعمل حاجة عظيمة احنا مش رايف هنا هل هو بيعمل حاجة عظيمة احنا مش شايف هنا هو بيعمل ليه أدوار محدش بيعملها غيره بالنسبة للأجنحة فيديو ولوه شرحنا وهنقول ليه الجماهير Songs مش هقول مش راضي عن طاهر بس ليه مستنية اكتر من كدا وليه منتظرة منه إنه يقدم أكتر من كده وإيه الحاجات اللي هم عايزينوا يتوارها هاي فهنبتد الإلقطات دي الأدوار اللي بيعملها دايما طاهر هنا ده أرجع أرجوك أرجع لتاني من الأول خالص من الأول اتا مشيت أرجع لتاني من الأول فيديو خالص لا ارجع لا ارجع لمش ارجع مش ارجع الفريم ارجع من أول الفيديو لا ده مش أول فيديو لا ما أريب سيدكم ترسع Wu'd لقطة دلوقتي اه اللقطة الاولانية. اه اللقطة الاولانية خالص اللي بيضغط فيها ناحية الجناح اليمين. هي هتكمل تقريبا هي اللقطة دي وهتكمل. طيب يبلي بعدها. طيب ماشي كامل كامل كامل. بص بص بص. هنا بس هو وقف. هو بيعتمد بيعتمد على طاهر آآ مارسي الكولر. على ايه النوم؟ مارسي الكولر. احنا شرحنا المطش اللي فات من ضمن مويزات وعيوب. لكن الشكل العامل بيعمله بيعمل ضغط عكسي. يعني بيطلع الرباعي الامامي. وكان بيطلع مع محمد فاتح لما كان بيلعب وراد يانج. بيعمل الضغط العكسي المتقدم عشان سرعة تستعدت الكرة مرة تانية. ده اول دور بيعمله طاهر. وافضل لاعب في الخط الامامي بيعمل الدور ده. ده في مباراة واحدة شوف هيعملها كام مرة. ودي مش كل الحالات. دي حالات منطقة عشان الوقت. يلا. فنكمل. ماشي. ادي الضغط الاولان. الضغط ناجح. اتنين. اللي بعدها. كمل. كمل. كمل واحدة واحدة. كمل. كمل. تلاتة. بيضغط فين? بيضغط فوق في التلت الاول على التمنتاشر بتاعتنا. حالة واثنين وتلاتة. ده طاهر اللي قطع. قوي جدا في الدور. كمل. كمل. كرة واقية. نفس الكلام. نفس الكلام. بيطلع. وبيلتحم. ما عندوش مشاكل خالص. خالص في اي التحمات. ما عندوش مشاكل في. ما عندوش مشاكل ان هو يربط ويقفل الخط. ما عندوش مشاكل ان هو يقفل زوايا التمرير. وده الدور اللي مارسي الكولر. موسماني. اي مدير فني. بيجي اخد النادي الاهلي. خاصة لو مدير فني اجنبي. هو بيحب الراجل التاكتكل. الراجل اللي بيجي يعمل له كل الادوار اللي بيطلبها. علشان كده مارسي الكولر دائما وابدا. هنلاقي طاهر محمد طاهر. ده بغض النظر لعب اساسي او لا. لكن بتكلم انه طاهر محمد طاهر. هو واحد من اللاعبها المفضلة عند مارسي الكولر. لانه بيعمل له الادوار دي. علشان كده كريم. ليه الجمهور بيشوف ان طاهر كجناح مطلوب منه ادوار تانية اساسية. كراجل مهاجم. الفاينل توتش او اللامسة الاخيرة. القرارات في بعض الاحيان فيها مشكلة. التصويب على المرمى في مشاكل. التركيز احيانا في اللامسة الاخيرة فيها مشاكل. مشيلي واحدة واحدة فريم فريم. دي كورة من الجناح الايصر الطبيعي. الراجل يوقف ويعدل لو هو مش عارف يعمل الكروس بالشمال. لكن هنشوف كان ايه في الاخر. كمل. 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 ولا حاجة. ولا حاجة. لا كروس ولا شوط. اللي بعدها. اللي بعدها. هو طلع بالكورة من ناحية الجناح اليمين. وقف. تاني. اتقطعت. اللي بعده. تاني. كمل. كروس. معددش لعيب الاولاني. اللي بعده. اللي التركيز. كمل. 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 جلة. هنا برضو. دي هنا. ده لا الاولاني بيقول ان طاهر هو سوبر وينجر. ولا التاني بيقول ان طاهر لعيب قليل. لكن هيا دي هما دول. دي الاسباب من نفس المباراة لنفس اللاعب. ليه مارسيل كولر بيفضل دايما طاهر محمد طاهر لانه بعمله ادوار كتير جدا. وبيوفر عليه شغل بدن كتير. وبيحمي اكرم توفيق دايما. والجزء التاني للقرارات ده شوية اللي مزعل الجمهور. وجمهور مستني منه. انه يعمل واحدة او اتنين القرارات فيهم تكون سليمة. علشان يقد يدوره الاساسي اللي الجمهور دايما بيشوفه او مستنيه. كجناح وهو الشق الهجوم. الانتاج الهجومي. طيب.